ليش زمن الكارونة لازم يبقى؟ يعني مرض الكارونة آثار الاجتماعية ليش لازم تبقى؟ الأديب الألماني يوهان قوت يقول لا يمكن للإنسان أن يسمع أصوات السماء إذ لم يكن مريض وبنفس الوقت الفيلسوف الألماني فريدري كنيتشي يقول لا يمكن أن يكون الإنسان فنانا إذ لم يكن مريض والأدهى من ذلك الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يقول الحما تذهب خطايا بني آدم كل هذه آثار نفسية وروحية للمرض ممكن يعني يدركها المريض إذا كان المرض مات تمحطة للتأمل للتدبر لكن أكو أيضا آثار واقعية اجتماعية من ضمنها المرض يقول أواصل الاجتماعية بين الناس وكذلك يحفز مبدأ الاعتماد على الذات إذا كان المرض هو بوقاية نفسية ذاتية لكن أكو نقطة مهمة جدا إذا كان هذا المرض أو إذا كان المريض لم يحتني بهذه النقاط وما كان المرض محطة للتأمل والتدبر ويكون لا وبالي أكيد ما رح يستفاد من هذه الأمور والقضايا أذكر لكم مثل للممثل الأمريكي المعروف لجسد دور سوبرمان في الفيلم المعروف هذا الممثل أصيبه بشلل رباعي بعد ما سقط من الحصان مالته وبعد ما أنه صاب بهذا الشلل الرباعي تبرع بكل أملاكه للجمعيات الخيرية فكان المرض عنده هو محطة مهمة لتغيير كل حياته بعد ما استفاد من عدة شكرا لكم اشتركوا في القناة شكرا لكم